أعزائينا المشاهدين أهلا بكم في أول حلقاتنا من برنامج أرتي ميكر ومعاكم المصمم محمد ممين الفترة الأخيرة حصلت دربكة جمدة جدا بسبب دخلاء كتير جدا على الكارير ده ودي مشكلة كبيرة جدا بنعاني منها وأصبح سوق امتلأ شكل يعني مستفز لدرجة أن حصل مشاكل كتير جدا أهمها أن نبدأ بيها أن الدخلاء بتاع التصميم الداخلي بسبب كورسات مبدئيا رقم واحد الكورسات اللي حصلت الفترة الأخيرة من بعض المؤسسات المعروفة وغير معروفة بس ما أظنش أن في منها معروفة بقى كورسات شاملة لديكور كورسات شاملة للتصميم الداخلي كورسات شاملة مش عارف لإيه وإيه 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 وأصبح الموضوع بجد يعني مستفز لدرجة أن فيه جروبات على الفيس للأسف الشديد ينزل حد يقولك أنا عايز مصمم ديكور أو مهندس ديكور يعني مهندس ديكور اللي كان ليه وضع اجتماعي وكان ليه مكانته أصبح دلوقتي تلاقي 300 تعليق أنا مهندس ديكور صفحة مش عارف مين فلان صفحة مين علان إزاي ده حصل وليه وصلنا لده والأسف كتير جدا بيغض البصر عن الموضوع ده نهائيا ومش عايزين نتكلموا عنه والموضوع ده مهم جدا لأنه ده الزوك العام وكانينا مش شايفين قررت أعمل حلقة دي وابتدي بيها برنامجنا أرتي ميكر عشان نوضح فيها بعض المشاكل اللي بتحصل جوة كواليس التصميم الداخلي أول حاجة بنبدأ بيها أو أي حد بيدخل بيها اللي هو السؤال المشؤوم دايما نسمعه بكامل متر بكامل متر هو إيه اللي بكامل متر يعني أول أنت حياتك اللي بتجي تدخل مثلا معرض سيروميكا أو معرض ديهنات حياتك بتقول بكامل متر عطول هو إيه بكامل إيه وبكام فمش معنى أي حد يدخل يقول لك عندي المتر بكذا وعند المتر بكذا وعند المتر بكذا أصبح خلاص يعني هو كده المتر بقى بكام أول حاجة بتسمع المتر بكام أو أنا هتكلف كامل دا حضرتك الموضوع علم شامل كبير مش صغير اللي حصل بصراحة إن أي حد عمل شقة أو عمل فيلا أصبح الموضوع بالنسبة له إن هي بقت شغلانة أي حد يتعلم برنامج سري دي أصبح خلاص مصمم داخلي وعلى كده كتير صناعي محترامي ليهم طبعا كلهم على دماغي بس إنت في جزئية معانا إنت شاطر في جزئية معانا لكن أصبح إن بقت ده مهندس ديكور تعلمت كرسات بقيت مهندس ديكور فين العلم يا جماعة فين العلم ده علم شامل كبير وكبير جداً كمان مش صغير هنبدأ أول حاجة إيه هو تصميم الداخلي أنا بلقى مش هكالكح الدنيا ونقعد نتكلم عن الموضوع وكاينه بقى إيه محاضرة خالصة هما كلمتين كلمتين اتنين مش أكتر من كده وظيفة المكان استغلال مساحته وا 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 وده علم كبير شامل وجماله وده علم مكمل والاتنين في نفس الاتجاه تخيل كلمتين اتنين بس يندرج تحت منهم علوم شاملة ممكن نتكلم فيهم شهرين وما يخلص طب هل ده معناه إن أي حد يقدر تعلم العلوم واللي جوه كلمتين دود وخلاص بقى كده لا خالص خالص طيب انت قلت لنا دلوقتي إن مش أي حد يدخل وهكذا طيب هنعمل إيه أنا دلوقتي هعمل فيلا هعمل عندي بروجيكت عندي مشروع وعايز أعمله وتفر بقى هو إيه هو شكل المشروع صغير كبير في أربع حاجات لازم تفهمهم وتحطوها في دماغكم لما تيجوا تقولوا يا تشتيب يعني مش بحبك المتشتيب بس هنقولها هنقول يا تشتيب أربع حاجات لازم يكونوا يكونوا متوفرين جور مصمم اللي إحنا نختاره حلو أولا المصمم لازم يكون فيه رقم واحد مهندس يعني مهندس مهندس يعني راجل فاهم الصناعة بيعمل إيه وصول صمعته إيه يبقى واقف شايف وبيعمل إيه وعارف أنه بيعمل صح ولا غلط لا أسأل لك أنا هستلمي البند لا مش شرط مش بس كده لا يعني هو شرط آه لكن مش بس كده مش يستلمي البند يعني هو مش هيقعد بعيد ويستلمي البند بس لأ هو لما يخش على الصناعة ويفهم أو حتى ميجي يسأل الصناعة يقوله إنت بتاع هتعمل إيه هعمل كذا كذا لأ لما تعملش كذا تركب ليش دي وركب لي دي لا أعمل لي الخامات تبقى شكلها كذا وتعمل لي كذا تعمل لي كذا يبقى فهم أصول الصناعة ويقولها له طيب درقم واحد مبدئيا عشان تبقى فاهم إنت راح تتعامل مع مين ما هو مش أي حد تخش له أنا عايز أتعامل مع مصمم ديكور الجمع على السوشيال ميديا مليانة بصوا ساب لي إيه ومشي ده عمل لي إيه وما بيعرفش ده بيعمل لي إيه طيب هنعمل إيه يبقى نحفظ كويس جدا الشروط الأربعة اللي لازم تطبق عليه أولو ميبقى مهندس وعارف فهم بيعمل إيه طب مع أي مهندس يعمل لأ هنخش على الشرط التاني عنده علم بأصول تصميم التصميم بس التصميم الداخلي راجل فهم تصميم داخلي اللي هو إيه التصميم الداخلي اللي إحنا قلناه راجل فهم يعني إيه تصميم داخلي عارف يعني إيه سيكولوجية ألوان فهم يعني إيه إضاءات وتأثيرتها والزلال فهم يعني إيه تناسق فهم يعني إيه النسب وغيرها 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 فهم لازم يكون عنده العلم ده بإضافة إنه هو أصلا راجل مهندس طب هما قلتين ممكن يبقى اه طبعا لو عنده لو هو خريج كل يد دي خلاص هو قريد عنده العلمين دون طب هو لو هو عنده شاطين دون بس هو نقدر نعمل بيهم كده لأ في حاجات اهم تاني هو ده يكفي ان هو يعمل لك تصميم وينفزه طب ينفزه بدقة اعلى شوية بفنيات اعلى شوية اه ازاي لما يكون عنده علم بليستيلات فاهم يعني ايه طرازات فاهم يعني ايه طراز الاندونيسي الهندي المغربي فاهم يعني ايه كلاسيكي فاهم يعني ايه مودر طيب بس كده لا ده ممكن يعمل مش ممكن ده لازم يكون فاهم ازاي يمزجهم مع بعض ازاي يعمل ماتشنج كويس ويخرج تصميم جديد مش معنى هو يقلد وبس وياخده يقلد لا لو هو عنده العلم ده بالاضافة الاوانين هو اصبح رجل يستطيع ان يطلع تصميم جديد علينا هنتكلم بالبلدي اوي وبالعربي اوي بحيس ان احنا مش هنكلكع الامور ونتكلم بشكل فورمال اوي في الموضوع ده عشان انا محتاج ان كل ياخد باله من اربع نقاط طيب هما التالت حاجات دباس هو اللي هيخليه يطلع لتصميم كويس اكيد طيب ايه ربي حاجة وديه برضو مهمة جدا الممارسة رجل عنده خبرة عنده اعمال فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه عارف هيروح فين ويجيب الخامات من اين بقى اسعارها ايه ايه الجديد منها وايه القديم واللي قدم وبيبقاش كويس ايه عيوب الخامة اللي جايبها بس كده لا خد عندك ده كمان معاه من كتر ممارس بقى عنده صناعية رقم واحد فاهمين شغله عشان يطلع له اللي هو عايزه ما ممكن يكون هو عامل ده تصميم واو حاجة جميلة جدا وجديدة جاب صناعي بلبة خدام جاب صناعي التاني بوض عليه وفد اللي جيب جيب لحد ما حصل اللي حصل طب و يعني هم مكملين لبعض طب سي هو مش فاهم وما عندوش الشرط الاولاني هو مش عافي ستنبنوت عمل حاجة وخلاص ارجوكم يا جماعة لما تخشوا على اي مشروع هتعملوه حتى روشاء صغيرة بلاش مين يا جماعة عمل مين تعرفوا مين يجيبون لا اللي يجيب لك انا هعمل المشروع بتاعك ده سي هو كافي فيلا مطعم هل انت عندك خبر بالكلام ده طب حضرتك خرج ايه طيب حضرتك انت عملت مشروعات زي كده امتى طب هو ممكن يكون عامل على اساس انه مقاول مش مصمم داخلي مش ديزاينر خالص طيب إلا عملت اه عملت طب وريني حاجة دك اه طب كويس ده جميل اوي هتخرج ايه اه انا مهندس جميل اوي حاجة دك يعني احنا هقولنا مثلا التراث ده والستايل ده هنعمل ده وده وده اه عملت كذا وده كذا وده كذا طب ممكن اشوف اعمالك اه فضل هنا لو عملنا الشروط دي اظن احنا فلطرنا اوي السوق وما بقيتش العملية مفتوحة لكل حد عايز انا عاجبني اوي الكارير ده جماعة انا عايز اتمنونس دي كور ده انا اسمعت ان فيه كورس جميل اوي فين؟ في الحتة فلنين يلا اسبوعين بتلاقيه عامل صفحة ومنزل صور وعامل 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 والموضوع بقى ما شاء الله طب نبنعها ازاي نبنع بالأربع حاجة دي طيب ننتقل لنقطة برضو ما تقلش اهمية التصميم الداخلي انا مش محتاج حد ليه مش محتاج حد هو ليه تصميم الداخلي اصلا انا ممكن اعمل المكان ده بنفسي ما انا عملت قبل كده عملت بتينيه بيته واتنين وثلاثة وشاءو وا 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 هعمل انه طيب يا انت مش محتاجوا؟ لا مش محتاجوا طيب انت عارف ان انت لو معملتش ده انت ممكن تكسر انت ممكن تجيب خمات وحاجات ميش مظبوطة طيب انت عارف ان انت لما تجيب صناعية وتعملك بيسموها الــ بهدل لك الدنيا انت هتعرف منين طب انت لو عملتش التصميم مععملتش التصميم ولا هتدى المصمم طب انت هتطلع الشكل في دمارك فين هو فين الشكل في دمارك هعمل زي فلان هعمل زي علان وده اكبر غلط بنقع فيه للأسف الشديد انه بيعجبك حاجة وبتبعيس تعمل زيها وما العمل ايه طبعا انت ليك شخصية لوحدك ليك شخصية لوحدك لازم تتنقع حاجة من تبعك طيب نرجع لموضوع التصميم انا محتاجه في ايه انا مش محتاجه طيب هو انت لما بتيجي تاكن مش بتوزع للأطباء حسب توزيع يعني ايه حسب توزيع يعني انا بحب الرز ومش بحب فهتحط قدامك اللي انت بتحبوه وهيبعد عنك الحاجة اللي مش بتحبه مصبوط طيب ايه اللي بتاكله اكتر طبع الرز بيبقى قدامك ولا هو اللي بتحطي في النص وبيجي قدامك لا طبعا هو اللي بيجي قدامك طبعا ده تصميم وانت مش عادت انت كده عملت ديزاين للمكان اللي انت هتاكل فيه لا بجد ده تصميم طيب هو احنا مش كل يوم الصبح بنفتح الدولاب ونبص هنلبس ايه دامعة دا ودامعة دا وبنقعد نجرب حاجات كتير مع بعض وانه اه ده اشك حاجة هنخرج بها اه طبعا ده تصميم اه تصميم هو احنا نيجي نحلق نعم شعرنا هو احنا لما بنقول لا بلاش القصة دي وخليني بدي او دي او دي ودي يلاقي عليها دي حلو دي وحش طبعا ده تصميم ليه بقى بنيجي في الحتة اللي احنا اهم حاجة وان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم في اهميتها وانه نقول لا مش هنعملها مش هعايزنها انا هعرف اعملها طبعا ده لا هيريحك توزيع المسيحات انت مش شعف تعملو توظيفها كويسة انت مش شعف تلعو الاضطاقات المزبوطة مش مزبوطة مش تحف تعملو الفرنويتشور اللي انت هتحطه وهتوزعه وهتعملو مش تحف تعملو هتحط اي كتل في اي كتل وهتوزعه بس وهتحط كده في اي حاجة في اي حاجة انت المسؤول هتدفع كتير واكتر طيب ندخل في نقطة الكل برضو بيحرج يتكلم فيها اتعمل زي مع المصمن او ايه اللي بالنسبة لي المصمن محتاجه منه واذا تعمل معه بص يا حضر التعامل مع المصمن بيبقى بطريقتين يعمل تصميم فقط يعني بيقى مجهول محرج عنده وقت دي فبيعملك الدزاين بما انه هو راجل معروف ومشهور وفاهم شغل كويس فبيعمل تصميم ويقولك خد رسومات تنفيذية هي ويبدأ نفذ مع اي حد ينفذك المطلوب وانا هتابع معه او هو اللي بيصمد هو هو اللي هينفذ معك والافضل طبعا للطرفين هو اللي يصمد هو اللي يضايز يعني هو اللي ينفذ ليه عشان هو اللي هيطلع لك الشكل النهائي ليه طب ايه اللي هيحصل لو انا عملت كده هيقولك يحصل ايه بيحصل ان في بعض الحاجات اللي بينساهم المصنم حتى لو عمل اللي عمل لازم بيحصل فيه يعني عدم فهم بياخد تنفيذي ويبدأ مش بيفهم حاجة فبيضطر لازم يرجع للمصنم طب لو هو اللي يضايز اه هو بيبقى فاهم وعمل ايه وحط هنا ليه وده ازاي فلازم هو وده الاغلب عليه فحاول دايما اللي ده يظهن لك المكان هو هو اللي ينفذه لك واخرج برا الخلاف اللي دايما طب اكلمه طب مجرودش طب بيعمل طب كذا طب هو اللي مش فاهم لا ده هو اولين اللي مش فاهم وهم اتنين فاهمين اريدي بس هو القصة كلها في انهم مش عارفين يتواصلوا صح طب انت وقف فين وقف في كذا وكذا طيب انا اتفق ازاي هقول لك هما فيه تلت طرق فيه طرق تانية كتير بس هنقول اغلبها والشائع او الاشراف بنزمة الاشراف بنزمة ده رقم واحد يعني انا سي انا هنفذ المستشفى لي كان بعشرين مليون انا هاخد خمسة عشرة في اتنين حسب اتفق بنتفعها بالشكل الفولياني حسب برضو الاتفق طيب ده بيبقى برضو ده عليه غالبية شوية فيه نوع تاني وطريقة تانية وانا بحب الناس دي او صراحة انا متعملش بيها بس هي جميلة جدا وبحبها او فيهم ايه هي انا باخد اجري ثابت ازاي انا هاخد في الفيلا دي ماتين وخمسين الف ماتين الف وطيب مش ده الموضوع طيب انت كلفت بقى مليون كلفت عشرين مليون لا ده انا هلم اوها هكلفها ماتين الف انا هاخد الرقم ده فده بيخرج خالص برا دايرة لا احنا هنجيب كذا طب هنجيب كذا لا احنا هنقلل في التكلفات جامد طب هنطلع ويقع فيه بعض التزمر في من الحتة دي شوية ليه لانت بيقل تكلفة جامد وانت طبعا مثلا هو راح مدية النسبة فتلاقي نفسك يدوب جايبة بنزين يدوب جايبة كذا فالعملية بتبقى داية بالزاد برضو لو هي العملية رودي واخدى وقتها يعني بيبقى مثلا الدفعات عبا ما بيجهز الدفعة فبيبقى مثلا بيقعد شهرين كل بنبندل يعني ممكن يخش المشروع في السنة مشروع في السنة وياخد نسبة فتلاقي في ايه طب حاتك يا ريت يعني انا خدت وخدمتك في النسبة فارجوك يعني نحاول ننجز الوقت شويتين لا فتلاقي دا بقى بيحصل منه مشاكل طب انا مش فاضي دلوقتي اجل ايه اللي بقى التالتة التالتة دي احسن حاجة وافضل حاجة كم مقاولة اه كم مقاولة تسرد البنود اتفاق شروط بتعمل كل دا مع بعضه تمضي حتى الدفعات متحددة 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 الاستلام متحدد في شرط جزائي تأخير او شرط جزائي على تأخير الدفعة حسب الاتفاق وتمضي بيمضي بتبقى كل حاجة بينة جدا اي خرج عن النص دا من حقك ومن حقك بتبدأ تقول لا انت خرجت عن النص ودي احسن طريقة انا تعاملت بيها بصراحة لاني بحاول يخرج عن النص وغالبا يعني بشوف كتير غالبا بحاول يخرج عن النص فبيحصل لا نرجع ونقول لا احنا هنا هنقف نحسب الزيادة اه نحسب الزيادة طيب اوكي دا في ملحق لوحده سواء هيبقى بشكل بودي او بشكل رسمي لو مشروع كبير بيبقى بشكل رسمي لو مشروع سخير مش محتاج حاجة في حدود 30-50 وطبع يعني الرقم يعني واتفق خلاص خلاص وزيادة تدفق وفي لحظتها حسب برضو الاتفق ودي احسن طريقة وانتاكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة 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 رجعنا لكم تاني وارتي ميكر هتكلم في القناة اخيرة وعشان نسيبكم بالصلاة انت ليه غالي كده مين اه المصوم دا غالي قوي هو ليه البند دا بالرقم دا دا انا هجيبلك حد بقال لي منه بنص التامن انت عارف المتر الجيبس المورد النهار دا بكام دا بكذا هي الفكرة ببلاش هو انك تروح للمصوم المعروف هو دا ببلاش طيب نمثلها شوية نمثلها هو حدق لماذا تخش براند الملابس لو دخلت وقلت له نفس الجملة دي بس نمثلها على دي ازاي البنطن دا بكام بألف دولار ليه دا في الحتة فنها ما يجيبش ألف جنيه هيقولك ايه طلع بره انت جاي طب طب انت جاي ليه هو انت جاي هنا ليه جاي عشان نشترك لا انت مش جاي تشترك بالضبط انا هقولك نفس الجملة دي انت جاي ليه لما انت سائل بره وعارف بره او انت فاهم طب انت جاي ليه طيب احنا نقيم ازاي المصومين المصومين بيقيم حسب علمه حسب شهرته حسب معرفته حسب عماله هو معايش لما تركب عربية سي زي تركب عربية بي لا طبعا لا طبعا ليه دي ليها امكانيات معينة وليها امكانيات معينة الفكرة حتى في تصميمها غير الفكرة في تصميمها الفكرة في امكانياتها غير الفكرة في امكانياتها الرفاهية هنا غير الرفاهية هنا انت بتاخد شغلك احترافي ما تسترخص انت الخسران مش هو ما انت لو استغنيت عنه وروحت الاقل او هنسميهم بلفز كده ما احترام يقول الجميع المشاة التباطية روح المشاة التباطية ويعملك والله الفضايح مالية الفيس تتفرج عليها شغل متكسر شغل مفيش واحد خد فلوسه وجري مع وا 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 الموضوع كبير يا جماعة مش الموضوع صغير وكل موحرج يتكلم فيه مش عارف ليه الموضوع الزاد عن حده جدا وكل شايفه غض البصر لي امتى هم نتكلم في زوق عام الموضوع دي يخص الجميع ما هو لما تبقى العملية خلاص بقى بقت ميغى كده وكل يكلم وكل يشتغل وكل ياخد وكل يعمل ما هو في الاخر هايبقى ايه ان شاء الله الحلقة الجاية هجيب لكم الصور جميلة ونقعد بقى النقاشها كده واحدة واحدة تفرج علي انت استغنيت عن المصمم المعروف وروحت المش التباطي تفرج علي الإضاءة وتفرج علي الإضاءة تفرج علي اتنين كده ونقعد بقى نوزينها مع بعض ونشوف انت روحت المين انت كده وفرت ولا حاجة حاجة من الاتنين ووفرت فلوس على حساب زوق وهتعيش فيه متدايق يا إما انت فعلا عايز تعيش في مكان مرتاح فيه ده فيه الأهم ده فيه ناس بتستغنى عنه في المشروعات طب انت عارف ان من أهم أسجاب النجاح أي مشروع أي مشروع سواء مستشفى كفيه مطاعم هو الدزاين بتاعه أقول لك الدليل طب فيه دراسات كتيرة وكبيرة ان فيه ألوان معينة للمطاعم لو عملت غيرها بيحصل لك هبوط في النبيعات والمشروع بيفشل وكله عارف كده بسبب ألوان أو بسبب التصميم طيب المستشفى فيه مواصفات معينة ليها وإضاءات معينة ليها ومش كله مستشفى زي التاني حسب التخصص انت عارف ان الكافيهات أغلب اللي بتقفل ده انه هو مش عامل دزاين انت خيل يا جماعة الموضوع كبير كبير جدا وكله اللي مش عارف ليه مش عارس يتكلم فيه واليوتيوب بأمليان كل سوري هب ودب طالع يعمل فيديوهات عن تصميم الداخلي كل من هب ودب داخلي يتكلم ويقول أنا معايا وانا أعرف وانا أعمل ويكلم في اللي بيعرفه وليم يعرفوش كل واحد طالع يقول أنا عملت وسويت وهو معملش طب لحد إمتى وانت مش متعلم أصلا حتى أصول الصنع بتاعة الحاجة اللي هتعملها يا ريت يا جماعة كلنا نتجمع في الحتة دي نتجمع في الحتة دي مهندس ديكور اللي كان عنده كان ليه مكانة اجتماعية النهاردة حد يدخل على جروب ويقول أنا عايز مهندس ديكور تلاقي 300 وصلنا لكده هو ده اللي احنا وصلنا له هو ده اللي احنا بنتمناه هتسكوته لأمتى لازم نميز نفسنا ونقول دول مش هتباطئ يا جماعة أنا على عين وراسي انت حضرتك مقاول تشتباط مفيش مشكلة ما احنا هنحتاج لك برضو بس ما تفتيش ما تجودش بالعرب كده وبالبلد عشان نفهم بعض ما تجودش انا بنفس بس حضرتك اديني تصميمك روح لحد الناس المعروفة بالتصميم والدهوني انا هنفزه ويتابعه ده معده ووفر زي ما انت عايز اذا كنت تشايف ده توفير وانا مش شايف ده توفير اصلا ارجو ان نكون افدتكم في الحلقة دي وان شاء الله الحلقة الجاية هنبدأ نتكلم باعمق شوية وهوريكم الفرق ما بين الاتنين واشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة